عزيزي طلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع النوع الثاني من أنواع المعارف وهو العلم كنا قد تحدثنا في المحاضرات السابقة عن النوع الأول من أنواع المعارف وهو الضمير واليوم نتحدث عن النوع الثاني وهو العلم والعلم في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين علم شخصي وعلم جنسي هذان هم التقسيمان الرئيسيين أو الرئيسان هذان هم التقسيمان الرئيسان للعلم في اللغة العربية ولكل من أو العلم للشخصي هو المحور الأساسي الذي نعمل عليه إن شاء الله تعالى في الباب العلم فما هو تعريف العلم الشخصي هو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا مثل خالد وسعد اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا مثل خالد سعاد أبهى مكة المدينة الرياض القاهرة تفسير وتحليل هذا التعريف نقول اسم يشمل النكرة والمعرفة ولكن يعين مسماه أخرج النكرة لا تدخل النكر في التعيين المسمى لأنها تدل على الأموم وليس على شخص بعينه لأنها تدل على شيء غير إيه معي تعين مسماه تعيينا مطلقا نحن نحلل تعريف العلم اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا أي بلا قرينة لا يحتاج العلم لا يحتاج العلم إلى قرينة إلى المثلا أو إلى الإشارة إلى شيء معين أو غير ذلك ليتعين مسماه ليتعين المقصود به فبلا مطلقا أي بلا قرينة فهذا القيد وهو كلمة مطلقا أخرج بقية المعارف مثل الأسماء المنصولة والأسماء الإشارة وغيرها والمعرف بأل لأن كل منها له قرينة تعين المسمى والمقصود بهذا النوع من العلم فمثلا هناك ما يحتاج إلى قرينة اللفظية كأل التعريفية نحو حاضر الولد فالألف واللام دخلت على ولد فحولته من معرفة إلى نكرة أما العلم فهو يعين مسماه بلا قرينة محمد خالد فاطمة لا يحتاج إلى قرينة قلنا يعين مسماه ما هو ما المقصود بمسمى العلم أو من هو ما هي الأشياء التي تدخل تحت باب العلم وخصوصا العلم الشخصي وخصوصا العلم نتحدث عن العلم الشخصي الأشياء أو الأشخاص أو الحاجيات التي تدخل في باب العلم الشخصي شيئان الأول هو أولو العلم من المذكرين مثل جعفر والمؤنثات مثل يعني العاقلين أولو العلم يعني العاقلين الذين يعقلون الذين يعلمون كل أسماء البشر من المذكرين أو المؤنث المذكر أو مؤنث يدخل في باب العلم الشخصي محمد علي خالد فاطمة خديجة عائشة علي عمر خالد كلها تدخل هذه مسميات مسميات العالم الشخصي وتدخل في باب العالم الشخصي هناك نوع شيء آخر أو قسم آخر قسم آخر يدخل تحت مسمى العالم الشخصي وهو أشياء تؤلف يعتاد عليها الناس كأسماء القبائل كل أسماء القبائل تدخل في باب العالم الشخصي لأنها تخص مجموعة من الأشخاص بعينهم ولا تخص غيرهم كأسماء القبائل تميم غطفان عسيري مطيري أيا كان شمري كل أسماء القبائل تدخل في باب العالم الشخصي وكذلك أسماء البلاد مثل مكة المدينة أبهى مصر أمريكا وكل أسماء البلدان أو المدن كذلك أسماء الحيوانات بعضهم يسمي حيوانات المقربة إليه والعزيز عليه بأسماء كأحدهم يسمي مثلا فرصا عنده يسميه لاحق يسميه لاحق تيمون بأنه يلحق كل من يسابقه فهذا هو تقسيم المسميات التي تدخل تحت باب العلم الشخصي نكمل في محاضرات قادمة إن شاء الله أقسام العلم الشخصي فإلى اللقاء